موسيقى السلام عليكم مشاهدينا حلقة جديدة من حواء وفقها النساء النهاردة بنتكلم عن أحكام الغسل في أحداث بتحصل للفتيات والسيدات بتوجب الغسل والطهارة حتى تستطيع السيدة والامرأة أنها تقوم بكل العبادات وبدون الغسل تكون هذه العبادات بها خلل وغير منضبطة طيب كيف يتم الغسل ومتى يتم هذا الغسل والكيفية والأهمية أيضا من هذا الأمر ده اللي هنستعرضه مع حضراتكم إن شاء الله في حلقتنا وحناخد كمان اتصالات حضراتكم في الأرقام اللي هتزهر على الشاشة لكن خلينا في البداية نرحب بيد وفتنة اللي بتنورنا دايما دكتورة هيبة إبراهيم عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أهلا بك ودايما بتنورين أهلا بك يا أستاذ السليم نور بيكم إن شاء الله أحداث مهمة بتحصل في حياة الفتاة أو السيدة ولابد فيها من الطهارة والغسل فمتى يجب على السيدة أن تغتسل حتى تكون طهرة؟ تمام زي محضراتك قلتي حاجات كتير ممكن تجيب على السيدة الغسل إيه هي الحاجات اللي ممكن تجيب على السيدة الغسل بالترتيب الطبيعي أن الفتاة أول ما بمتبلغ بيأتيها الحيد تمام كده؟ يبقى قادي الحيد واحد من مجيبات الغسل تمام؟ السيدة كمان لما ربنا سبحانه وتعالى بيرزقها بمولود بيأتيها النفاس وانقطاع النفاس موجب من مجيبات الغسل تمام كده؟ نعم كمان لو حصل وتزوجت السيدة دي طبعا هي نفاس بزواج لو تزوجت فبيكون فيه جماع والجماع ده من مجيبات الغسل خلاص كده؟ تمام كمان خروج المني خروج المني بشهوة سواء باحتلام أو بأي سبب فيه شهوة الشهوة دي تكون كبيرة يبقى هنا خرج مني يبقى ده كمان أوجب عليها الغسل يبقى عندنا هنا حيد ونفاس وجماع وخروج مني تمام طيب نبدأ بأول حاجة اللي هو الحيد ايه الكيفية المفترض يتم بيها لاغتسال وهل تختلف من موجب ليه آخر ولا كلها كيفية واحدة؟ تمام عندي غسل الحيد وغسل الجنابة والغسل من النفاس والغسل نتيجة خروج المني كلهم بيجتمعوا في حاجات وفي اختلاف واحد بسيط كمان بعض الفقهاء قال انه هو ممكن يبقى مش موجود ايه هما اللي بيجتمعوا فيه؟ بداية انا عندي غسل اسمه غسل مجزء وعندي غسل اسمه غسل كامل او غسل مسنون الغسل المجزء يشترط فيه بداية النية النية وتعميم الجسد بالماء يعني ان انا اوصل الماء لجميع اعضاء الجسد بداية من الشعر لغاية صابع الارجل يبقى انا كده عممت جسدي وكل السنيات وكل الاماكن اللي ممكن يصعب وصول الماء اليها لازم اوصل الماء اليها علشان ابقى كده انا عملت الغسل المجزء نية هنا شرط وركن صحة الغسل تمام كده؟ طيب الغسل الكامل او الغسل المسنون اللي كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقوم بيه واللي وردنا عن السيدة عائشة هو ايه؟ ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصب بيده اليمنى على يده اليسرى ويغسل العضو اللي هو طبعا بيخرج منه حيض ونفاس ويحدث من خلاله الجماع تمام كده؟ تمام بيصب ويغسل العضو ده وبعد كده يغسل يديه صلى الله عليه وسلم وبعدين يتوضأ وضوء الصلاة بعض الفقهاء قال أنه بيترك غسل القدمين وبعد الفقهاء قال أنه برضو بيأتي بالقدمين تمام؟ يبقى أنا كده توضأت وضوء الصلاة العادي بعد كده بقى يبدأ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ومن يسير على نهجه صلى الله عليه وسلم بأنه يحتسي أو ياخد سلاس حفنات من الماء بداية بيخلل شعره عشان يوصل الماء لجلدة الرأس أو الرأس نفسها بالضبط كده وبعد كده يصب السلاس حسيات على رأسه صلى الله عليه وسلم علشان يبقى كده عمم الشعر بالماء تمام؟ بعد كده يبدأ بالشق الأيمن ثم الشق الأيصر كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وإحنا لما نحب بنعمل الغسل المسنون بنعمل نفس الخطوات دي نأخذ الشق الأيمن وبعدين الشق الأيصر وكده انتهى الغسل المسنون طيب خلينا نبدأ معلش بيت بعض التوضيع في المجزئ تمام إزاي أنا بوصل المياه؟ يعني أنا بقف الحمام والمية تكون مية جارية من الرأس للرجل بدون وضوء والضحيهن بطريقة أبسط بحيث أن المشاهدين يقدروا برضو علشان أنا عارفة أنه في بعض الحاجات أنا لو ما عملتهاش يبقى كده الغسل غير مسبوك طيب إحنا قلنا المجزئ يعني لما أعمله يبقى خلاص كده الغسل صحيح وأنا كده رفعت الحدث وكده ينفع أصلي وأدي العبادات اللي تستوجب الطهارة تمام كده؟ أنا بقول الغسل المجزئ ده بينفع مع حالات كتير منها بعض الناس اللي عندهم لقدر الله ربنا يعافي الجميع وساوس تبقى السيدة بتحتار وتقولك أنا ممكن أعود أغتسل أكتر من مرة وأكرر عشان أنا أعمم الجسد مثلا وأعطي بالأيمن طب أنا جبت الأيمن طب أنا جبت الأيصر طب أنا أكرر إيه طب أنا ما كررش إيه بعض الحالات بنقول إن هي تكتفي بالغسل المجزئ تمام؟ تمام اللي هو زي ما قلنا أي طريقة تعمم بيها الجسد بالماء كده أجزقها الغسل بعد النية طبعا تمام؟ يبقى هي نوت إن هي ترفع الحدث أو هي مثلا لو عليها جنابة أو عليها حيض أو نفاس أو زي ما قلنا الموجبات خلاص وبدأت هنا تصب الماء تنزل تحت أي وسيلة تنزل عليها الماء المهم إن أنا أوصل الماء لجميع الأماكن الظاهرة والباطنة اللي من خارج الجسد يعني كل مكان خلف الركبة مثلا خلف الأزنين اليدين كل مكان أنا لازم أضمن إن أنا وصلت له الماء علشان يبقى أنا كده عممت جسدي بالماء وكده يبقى الغسل هنا أجزق وهنا غسلي صحيح وهنا ينفع أؤدي العبادات اللي تستوجب الطهارة من الحدث تمام النية هنا بتكون محلها القلب ولا بتلفز بيها وبتكون قبل دخول الحمام ولا يعني بعد ما تكون الماء جرت على الجسم بأكمل نحن عندنا الأصل إن النية محلها القلب وزي ما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عرفنا إنما الأعمال وبالنيات يعني أنا علشان يبقى غسلي صحيح لازم أنوي إننا رايحة أغتسل للحدث الفلاني ده أنا بقى نطقتها أو لم أنطقها هنا تلفز بيها مش شرط مش شرط في صحتها لكن إن أنا أبقى دخلة ونوية أبقى أنا عزمت على إني أرفع الحدث أبقى أنا عزمت إن أنا دخلة أغتسل من الحيد كده خلاص إن هي متوفرة مش شرطة إن أنا أتلفز بيها المهم إن هي محلها القلب فاعبود الله مخلصين له الدين كما جاء في قول الله سبحانه وتعالى الإخلاص محله إيه؟ محله القلب أنا نويت وإن أنا خلاص داخل أزيل الحدث أو أرفعه أو أيا كان السبق بأول موجب خلاص كده أعملت المجزء يبقى أنا كده خلاص سقط عني الغسل اللي أجزأ لأداء العبادات هل في حاجة معينة أنا بقولها صيغة معينة ليه هذه النية بعد ما أكون اغتسلت؟ خلينا نقول لا مش بعد ما أكون اغتسلت أنا نيتي طبعا زي ما قلنا قبل الغسل هل في صيغة لبعد؟ لا 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 ما فيش مشكلة أنا برضو عشان ما شقش على بعض الناس أنا عندي ناس كتير جدا برضو بيأتيها وساوس هل المفروض أقول إيه؟ أنا قلت للمفروض أقوله ولا لا؟ طب هو أنا كده أنا بقول إن لو حضرتك أدخلتي في نيتك إن أنت داخلت اغتسلي وخرجتي وخلاص أتمامت اغتسالك يبقى خلاص إحنا نحمد الله لأنه عنا على إن إحنا نؤدي العبادة دي لأنه برضو خلينا نبقى عارفين الغسل عبادة أمر تعبودي أمر نبيه رب العزة سبحانه وتعالى وأوصلوا لنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يجب أدلة شرعية ظاهرة في القرآن الكريم وفي السنة النبوية يعني رب العزة سبحانه وتعالى في القرآن الكريم قال وإن كنتم جنوبا فاتطهروا وبرضو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لما السيدة أم سلم سألته على الغسل وإن هي تغتسل إزاي؟ قال لها هنا إنما يكفيك أن تحتسي ثلاث حسيات على رأسها طبعا وهنا تفيد عليها الماء علشان كده تبقى طهرت من الحيد أو من الجناب تمام يبقى أنا عندي أدلة الأدلة دي ووريتني أن الغسل واجب تمام طيب قلتي لي بقى أنه فيه اللي هو الوارد عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ولا قالت هلنا مسلمة مصبوط؟ طيب عايزة أعرف هو إزاي الكيفية بتاعته بالتفصيل وهل في أفضلية للمجزء عن اللي ورد عن سيدنا النبي ولا ما فيش أفضلية؟ عليه الصلاة والسلام إحنا زي ما قلنا دلوقتي الكيفية اللي قلناها في حديث السيدة عائشة هي دي الكيفية اللي وردت في وصل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تمام؟ بالكيفية اللي احنا قلناها دلوقتي طيب هل في أفضلية للمجزء أو المسنون؟ طبعا المسنون له أجر عشان كده قال الأكمل تمام؟ لكن عشان أنا أقول أنا ينفع أستبيح الصلوات وأداءها بأي فيه أي منهم لا ينفع إن أنا أستبيح بالمجزء اللي هو فيه بساطة شوية في الأداء إنه هو ما فيش مشقة شوية لكن أنا لو عايزة أحصل الأجر بإني أتبع سنة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وأسير على نهج المصطفى صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين والصحابيات إن أنا أغاقستسل الغسل المسنون أو الكامل زي ما ورد عنه علشان أخذ أجر ده والاتنين طبعا عليهم أجر لكن لو أنا عايزة أخذ أجر اتباع السنة في ده فأنا أعمل الغسل المسنون إلا في حالات زي ما قلنا لو واحدة مسوسة لو واحدة ده هي ترتب مشقة بالغة أو واحدة ما عندهاش ماء يكفيها إن هي تغتسل الغسل المسنون أو الكامل فبقول إنه ما فيش أي مانع شرعي إن هي تكتفي بتعميم الجسد بالماء بعد النين طيب نوضحه مرة كمان الاغتسال الكامل تمام طيب بعد كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتوضق وضوء الصلاة ورد إنه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيترك القدمين يعني يتوضق كل أعضاء الوضوء تمام كاملة ويترك القدمين لنهاية الاغتسال خلاص وبعد كده ياخد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الماء ويخلل رأسه علشان يوصل الماء لفروة الرأس أو جلدة الرأس أو جميع الرأس خلاص بعد كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بياخذ سلاس حفنات من الماء علشان يتأكد أن الشعر والرأس تعممت بوصول الماء لأن ده مهم جدا برضو بعد كده كان بياخذ يصب على شقه الأيمن وبعد كده على شقه الأيصر صلى الله عليه وسلم بعد كده يغسل القدمين اللي كان سبهم وهو بيتودق أو بيقوم بغسل أعضاء الوضوء وكده عمل الغسل الكامل والمسنون وإن شاء الله بإذن الله يحوز الأجر اللي بيتبع السنة في ده صلى الله عليه وسلم طيب عايزة أعرف منك هل تدليق الأعضاء الخاصة بالجسم كله من الشروط الخاصة بالاغتسال لأن أنت قلتلي المية تكون جارية في المجزء وتصل لكل أعضاء الجسم هل تدليق بيدي مثلا أو بأي وسيلة هل ده من الشروط؟ هو التدليق في حد ذاته اختلف فيه الفقهاء منهم اللي قال أنه التدليق ده واجب علشان أضمن أن أنا وصلت الماء لجميع الجسد طيب ولكن والبعض قال أنه لأ أنه هو مستحب أو مسنون تمام أنا دلوقتي بقى المفتبي على أنه هو مش واجب لكن الواجب علي أننا نتأكد من وصول الماء لجميع أعضاء الجسد أو جميع الجسد إيه اللي خلانا أقول أنه هو برضو لبعض اللي قال أنه هو مش واجب؟ لما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سألته السيدة أم سلمة في الغصل وقال لها إنما يكفيك أن تحتسي ثلاثة حسيات على رأسك تمام كده؟ وبعد كده قال لها وتفيد عليك الماء حتى تطهرين يعني إيه؟ هتفيد على جسدها الماء يعني تصبه وبعدين تتأكد بده بالإفاضة أن تم تعميم الجسد بالماء وبعد كده يكون الغصل هنا صحيح فمش شرطة أنه يتدلك الأعضاء يبقى أنا عندي التدليق مستحب طيب هو إحنا علشان قلنا مستحب المفروض ما نعملوش؟ لأ كل واحد مش هيسبب ده له مشقة الأجمل والأكمل والأفضل أنه يعمله على سبيل أنه هو بيفعل الفعل المستحب لكن طب ما عملوش وتأكد أن الماء وصل لجميع الجسد خلاص كده الغصل إن شاء الله صحيح طيب بعض السيدات أو الفتيات بيكونوا شكين أنه هم كده اغتسلوا بمعنى أنه في فترة الحيدة أو النفاس أحيانا بعد ما بتغتسل بينزل بعض الإفرازات فهل فيه فرق في هذه الإفرازات أو هذه السوائل فبالتالي أنا يوجب علي أن أنا أغتسل مرة أخرى أو أفرق إزاي؟ تمام أنا عندي لو كل سيدة أو تحديدا السيدة اللي مميزة لحيدها يعني اللي عارفة طبيعة حيدها وعارفة الأيام اللي بينزل عليها الحيد فيها وعارفة أنه مثلا الحيد بتاعها بيبقى أول ودم صريح بعد كده فيه مثلا إفرازات بشكل معين الإفرازات دي متممة لمدة الحيد ممكن يوم ممكن يومين ممكن تبقى كمان هي عندها علامة طهر يا إما انقطاع تيم يا إما نزول القصة البيضاء زي ما برضو علمتنا السيدة عائشة رضي الله عنها وارضها لو هي مميزة وعارفة أيام حيدها فخلاص تنتظر لحين ظهور العلامة اللي خاصة بالانقطاع وبعدين تغتسل طيب واحدة يصوب عليها التمييز الواحدة دي مثلا خلاص انقطع عندها كم ساعة وهي شكت أنه هو خلاص انقطع فهي حبت أن هي تغتسل عشان تصلي وتؤدي العبادات الوجبة عليها أو اللي تلزمها فيها طهارة من حدث تعجلت ماشي؟ بعد كده وجدت حاجات مفيش فاصل يقول أو مفيش علامة طهر أكدت أن خلاص الطهر انقطع الحيض انقطع أو النفاس كمان أو المدة لسه محتملة لوجود الحيض فهي هنا لو نزل عليها شيء من الحيض يبقى عليها هنا أن هي تعيد الاغتسال هنستكمل هذا الحديث ولكن بعد الفاصل وهنستقبل اتصالات حضراتكم بعد الفاصل إن شاء الله بنجد الترحيب بحضراتكم مرة أخرى ولسه بنتكلم عن أحكام الغسل للنساء وبجد الترحيب بيك يا دكتورة هيبة خلينا ناخد أمر يا أمر اتفضلي يا أمر علي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا بيك يا دكتورة أهلا بيك يا تفضلي يا برسيس أنا جوزة ما فيش دكتورة اللي بجمع فيها للأفا لا أستأذن حضرتك بس توضحي صوتك شوية عشان مش سمعينك بقول لك جوزي بيبرجني على طول أعمل أه زوجك بيدرابك آه طيب أنت بقى لك قد ايه متزوجة يا أمر أنا ليه 6 سنين ومعي 3 أولاد 9 سنين و3 أولاد طب وهو من بداية زوجك وانتو وهو بيعتاد على فعل هذا الفعل أيوة يا الله ما فيش بالدرب فيه نعم الأيام طيب أنت لجأتي ليه حد من أهلك أو حد من أهله؟ هم؟ لجأتي الحد يعني تكلمتي معه تكلمتي مع حد من أهله ومع حد من أهلك ولا أنت بتضربي وبس أنا مرحب زالي أنا طبعاً لعياتنا ما فيش يعني أولو هو يجي عسيز وارجح تاني ما فيش بالدرب فيه أريد كده هو شاخ على كده هم طيب حنرد عليك يعني بيقف على المنبر ويصلي بسجر كله بوقته ومفيش طيب حنرد على حضرتك حالاً يا سوزة أمر زوجها بيدربها وبتقولك هو بيصلي الفرد بفرد وبيقف على المنبر يعني قريب من ربنا فهل في حاجة مثلاً هو ممكن يكون فاهمها غلط أو بعض المتطرفين بيروجوها لضرب النساء الفكرة هنا أنه أحياناً البني آدم ما بيعرفش أن أصل الدين المعاملة أنا هنا ماشي جميل جداً أنه هو بيعتد المساجد جميل جداً أنه هو بيقوم الناس في الصلاة لكن أنا المفروض أطبق أحكام الدين بما يرضي الله سبحانه وتعالى وما يرضي الله سبحانه وتعالى ما فيهوش أي إهانة لأي مخلوق سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه ولا ضرب بني آدم ولا حيوان ولا ضرب أي شئقة صلى الله عليه وسلم طب أنا المفروض أنا أطبق الدين في تعاملي مع الناس والأقربون أولى بالمعروف يعني زوجتي وخيركم خيركم لأهله ما ينفعش أن أنا أهنها ولو بكلمة فببالك لو بضربها لو بقى أؤذيها بأي شكل من الإزاء فده لا يجوز شرعا هي هنا إحنا هنطلب من حضرتها أن هي تتواصل معانا على 19.906 رقم مركز الأزهر عامل الفتوى وتطلب وحدة لم الشمل وإحنا هنتدخل في الموضوع ده إن شاء الله تمام لأن هي هل في حاجة قانونية بتمنع أنه الزوج يضرب زوجته؟ خلينا نقول أنا معلشي أنا لو ما منعنيش خوفي من أن أنا أؤذي إنسانية الشخص اللي أنا معاه ولو ما منعنيش خوفي من ربنا سبحانه وتعالى يبقى معلشي إيه اللي هيقيدني يبقى أنا دلوقتي أقول إن هي تلجأ لحد يتكلم مع زوجها ولما أستنزف وأستهلك وأاخد كل الطرق السلمية الممكنة ألجأ بقى للطرق التانية بس لنفرض إنه فيه إمكانية إن الشخص ده يقتنع إنه فيه إمكانية إنه هو يمتنع عن إهانتها بالشكل ده يبقى إحنا هنا هنشوف خلينا نقول برضو للسيدة أنا ممكن أبقى عارفة نقاط الضعف اللي في زوجي عارفة إنه شخص ممكن ينفعل وينفعال ويصل لدرجة ما ومش ببرر له طبعا فعله بأي حال من الأحوال لكن بقول لها خلينا دايما ناخد الأمان أنا ممكن ألاقيه هو متعصب من حاجة ومش عايز يتكلم دلوقتي ما تكلمش دلوقتي متنرفز ومش عايزنا نتناقش في حاجة الحاجة دي مش حياة أموت خلاص أنا مش هتناقش دلوقتي خلينا نتخذ السبل السلمية اللي ممكن تبعدني قدر الإمكان عن إنه هو يعني يكون أو ينفعل أو يصل لزوره وتنفعله فيؤذيني في نفسي بس زي ما أنا بقول لحضرتك كده تتواصل معنا وإن شاء الله إحنا ستتدخل ونحل الأمر ممكن تتواصلي مع المركز 19-906 لأنه يعني أنت كده كتير عليك تسع سنين بتتعرضي للضرب والإهانة ربنا يا رب يكبر بخطرك بس أرجوكي تتصلي بيهم إن شاء الله معانا غادة من اسكندرية يا غادة تفضلي أيها السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ربنا يا جزيك وخير إن شاء الله على كل المعلومات الحلوة أنت بتقدمها يا رب اللهم أمين لو التهر الأكبر يوم يعني التهر الأصغر لو أنا مثلا بعد في الغسل وكده وعلي مثلات عيشة ممكن أغتسل واصلع أصلي العيشة ولا لازم أفضل تمام ينفع أنصح على الشراب بدل ما أكون شوية أقلعه وكده تمام ولبرت مثلا يومين وراء بعده ولا لازم أغيره تمام حريك بتاعتدي تلبسيه في البيت ولا ده تقصودي في خارج المنزل لا الشراب في البيت عادي لحما من شراب في البيت تمام بس هو مضيف يعني طيب تمام حيلا يا أستاذة غادة معانا شيماء يا شيماء تفضلي من أسيوت السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلي لو شرحتي أنا أيام بحب تأتي 8 أيام تمام في اليوم الثاني بتبقى استحاضة النقطة دم هي نقطة حمراء فأنا في اليوم الثاني ده أستهر وأصلي ولا أستنى لما يخلص ده العادة بتاعتي يعني على قول تمام تمام حالا يا أستاذة شيماء هنرد عليك طيب أستاذة غادة هل التهر الأكبر اللي هو الكامل يجزئ عن أن أنا أتوضأ وينفع أن أنا أطهر في هذا التهر بالاغتسال ده الكامل وأطلع أصلي العشاء تمام احنا هنقول أن التهر أو الغسل من الحدث سواء بجنابة أو رفع يعني حدث سواء لجنابة أو حايد أو حايد فده غسل واجب صح كده والوضوء واجب تمام تمام أنا عندي الغسل الواجب الأكبر اللي فيه تعميم لجميع أجساد أعضاء الجسد عزرا أعضاء الجسم بيشمل أعضاء الوضوء يبقى أنا لو نويت أن أنا مع رفع الحدث أنا كده أتوضأ يبقى يكفيني من الغسل الكامل ده أو الغسل المجزئ ده أن أنا أصلي به الصلوات طالما هو غسل واجب المجزئ والمجزئ والكامل يعني اللي نقدر أننا بعد ما اغتسل أننا أطلع أصلي أنا عممت جسدي بالماء في المجزئ تمام وعممت جسدي بالماء في الكامل تمام أنا هنا شملت أعضاء الوضوء في المجزئ وفي الكامل كنت متودقة وشملت برضو أعضاء الوضوء فأنا هنا الحاجة الوحيدة اللي هتفرق معايا أن أنا نويت وأنا بغتسل أنا نويت وأنا بغتسل أن بإذن الله ده هيبقى مع الاغتسال وضوء للصلاة فهنا يجزئ انه ويكفيني الغسل ايا كان مسمى وشكله طالما شملت اعضاء الوضوء وبالتالي انا لازم انوي ان انا كمان بتوضع اه طبعا طبعا كانت لها سؤال تاني ان انا امسح على الشراب فيه الوضوء وكانت بتقول انه ممكن البس الشراب يوم او يومين ولا لازم يكون متجدد انا هنا علشان اقول ان انا ينفع امسح على الشراب لازم يكون الشراب ده بمواصفات معينة المواصفات المعينة دي بداية انا هلبسه على وضوء تمام كده الشراب ده لازم يبقى فيه صفات من ضمن الصفات دي انه يبقى سخين وسميك علشان برضو احنا بنحطط لعباداتنا بصراحة فالاولى ان انا اعمل الافضل والاكمل علشان ابقى متيقنة من صحة عبادتي يبقى الشراب ده علشان ينفع المسح عليه يكون سميك وسخين ويمكن تتابع المشي عليه علشان يشبه صفة الخف فان انا في الشتاء عندنا بنلبس في بيوتنا وهي قالت ان هي متخرجش من البيت بل بس شراب تقيل بالضبط كده الشراب التقيل ده عشان اصلا يدفيني انا باش عالبس شراب لا يعني ملهوش اي لازمة وانه هو لصنا في الشتاء لا انا كده كده هلبس شراب الشراب ده فعلا سميك وسخين وينفع امشي عليه يبقى هنا ينفع امسح عليه طيب مدة المسح للمقيم اللي هو زي حضرتها كده هيبقى يوم وليلة وين المسافر ثلاثة ايام يبقى انا وانا في البيت انا هعمله يوم وليلة بس وبعد كده هل هنا كده المفروض ان انا يكون متوضية قبل ما امسح على الشراب او ما انا قلت هو ان انا قبل ما لبسه لازم اكون متوضقة يعني على وضوء ما ينفعش البسه وبعدين اتوضق ان انا هنا انا لبسته عشان يحصل هنا استبدال عن الاصل والاصل هنا عندي اللي هو ان انا اتوضيت وعملت العضو المغسول وهنا اللي ابحلي ان انا امسح العضو الوحيد ده سنة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في اباحة ارتداء الخف لو ما كانش كده ما كانش ينفع ولا على الخف ولا على شراب طيب استاذة شيماء كانت بتقول ان هي 8 ايام هي فترة الحيد بتاعتها واليوم الثامن بيكون في الاستحاض فهل كده هي تقدر تظهر فيه هذا اليوم ولا تنتظر لليوم التاسع هنقول هنا ان الموضوع محتاج تصحيح مسمة يعني حضرتها قالت ان ده عادتها تمام وعادتها اللي هو السبع ايام والثامن فيه نقاط انا ما ينفعش اسمي الثامن ده استحاض بداية لانه هنا تابع حيد من الحيد خلاص كده يبقى انا بكمل مدة الحيد المعتادة عندها لان هي قالت ده عدتي اصلا وبالتالي ده اسمه دم حيد بصفة نوعا ما مختلفة شوية عند دم الحيد لكن اصله عادة عند السيدة دي يبقى انا هنتظر لغاية ما تظهر عندي العلامة اللي انا معتداها وهي اما الانقطاع التام يعني الجفوف يعني ما فيش اي حاجة بتتبع اثر الدم واو بوجود الفرصة او القصة البيضاء عزرا باستخدام الفرصة برضو عشا تأكد ان هي موجودة او القطنة عشا تأكد ان القصة البيضاء دي موجودة او الاثر الدم ما بقاش له اي اثر خلاص انقطع خلاص تقنت من انقطاعه باحدة العلامتين هنا يجب علي ان انا اغتسل بقى غسل الحيد تمام خلينا ناخد نور يا نور تفضلي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بتاع ده حضرتك اقول لك انا مش جوزة هي السنة ونص وكذا مرة اشوف جوزة بيكلم واحدة ساعات رسائل او كده اقول له انت بتكلمها ويقول لي معلش والله انا بتاع ده مش عارف مش قصدي انا مش بكلمها تاني مش عارف ايه تمام بتاع ده وبعدين انا مش عارف اعمل ايه انا بقى انا نستعبت جدا انا بجد لهو دايما ببكي ومش عارف اعمله ايه طيب خليني اسألك يا استاذة نور انتي بتشوفي الرسائل دي على تليفون ولما بتفتشي في التليفون مزبوط ايوة حصر تمام هنرد عليك حالا يا استاذة نور استاذة الاء هتسمعين من التليفون وتوطي التليفزيون وتفضلي ايه ايوة ايوة سمعينك تفضلي سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلي انا بالنسبة لي اول مرة خش اصلا معكم المداخلة دي ده شرف لينة انا ما كنتش مضاكة يعني الحاجات دي صحة كده انهم ما بيتكلموا صحة وبيسألوا صحة لا انت تتابعين على طول يا الاء بنتكلم في كل ما يخص فقه النساء عشان تبقي كده ماشي على الاحكام وضوط الشرعية المزبوطة تفضلي سؤالي انا اول مرة اصلا يعني انا كل مرة بشوف الاسئلة بتاعت الناس اللي بتخش معكم كده وبتطبحها على نفسك ان انا اللي بقى اسأل طيب اسألين انت بقى النهارد بصي انا قدري تلس سنين بتجوزة واول مرة يعني احمل وكده فجعدت سنة وست شهور بردع نظيف يعني جالول ان انت بتردع نظيف ما كانش بنظر علي دم خالص فاول ما بطلت بعد سنة وست شهور قدري تلس شهور في دم ينزل بجا على طور مستمر اه مستمر يعني مش اللي هو مش كتير بس هو فيه دم انت كشفتي ولا لأ اه كشفت كشفت في كذا مكان وكله يديني ادوية غير ثانية مرشام غير ثاني ايوة يعني التشخيص ايه للحالة جالوا لك مضاعفات في الجسم اه طيب والادوية دي ما بتجيبش نتيجة انت مستمرة في نزول الدم اه اه ثلاث شهور ثلاث شهور انا مبطلة ثلاث شهور مستمرة بنفس الشكل بنفس الشكل وبنفس الهيئة ما فيش حاجة قلت ولا اختلف مع الدواء لا هو مش اللي هو مش نظيف كتير لا اللي هو بس هو فيه يعني هو فيه دم كده رونه يسود كده اللي هو يسود خالص تعرف شكل الحيد بتاعها طيب دكتور راهبة بتسألك سؤال تعرفي شكل الحيد بتاعك لا مش معتادة على شكل معين طيب اوكي هنرد عليك حالة يا أستاذ ألي طيب طيب ناخد شايماء من المين يا شايماء اتفضلي اسمعينا من التليفون يا شايماء ووطي التلفزيون السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا دكتورة اهلا بيك اتفضلي لا سمحت يا دكتورة انا متجوزة من سمع شهرين تمام طيب تكلمينها تاني يا أستاذة شايماء طيب بالنسبة ليه أستاذة نور هي دلوقتي بتقولك أنا زوجي بيكلم بنات وبشوف الرسيل على الموبايل ولما بتواجهه هو طبعا بيقولها معلش وغلطة وكده وهي نفسيتها تعبان طبعا سألناها السؤال المعتاد انتي بتشوفي تليفونه فعشان كده بتعرفي فقول لها تعمل ايه والعادة دي للأسف موجودة عند كل السيدات فكرة انه انا بحس ان زوجي مش مهتم بي او زوجي فيه حاجة شغلة باله فابتدي ان انا ادور في تليفونه ارأبه اتابعه بالطرق المختلفة سيدة المخابراتية طول الوقت طيب خلينا نقول ان احنا عندنا فعلين الفعلين دول غلط تمام كده علشان بعض النساء تيجي تقول لك لو انا قلت لها ان تجسسك عليه غلط هتقول لي يعني انتي سبتي الموضوع الاصلي وبتقول لي تجسسك غلط لا انا عندي فعلين غلط الفعل ده انا احسب عليه وفعله هو هي احسب عليه فعل التجسس زي ما حضرتك سألتها كده من هي عنه شرعا ولا تجسسه صراحة حضرتك دلوقتي فعلت فعلة من هي عنه وده ممكن يبقى من النفس ومن الشيطان الشيطان اقنع حضرتك انك تدوري وهو عامل حسابه انك هتلاقي فانا لما استعيذ بالله من الشيطان الرجيم وامنع نفسي عن فعل محرم انا كده ما ادتلوش فرصة في الجزء اللي يخصني يعني اسيبه يخني لا استني بس هي اول حاجة بتتقلك يعني انا اسيبه يخني هو بيخني وانا اسيبه بص هي حسبة وتركيبة كده قاصد فيها الشيطان انه يفرق بين المرأة وزوجها تمام انا زي ما هو استغل نقطة ضعفي في شكي وخلاني دايما دايما بفكر هو ممكن يكون بيخني او لا لانه خلينا نقول ان مبرر الست في التجسس مش شرط يكون خيانته لان كتير جدا سيدات بتروح تدور وما تلاقيش حاجة تمام كده هو الراجل بريء وما فيش اي مشكلة اللي ان انا خلاص نفسي انتلقت بصورة من صور الشك وخلاص انا مش تستريع او حد بيلعب في دماغي ممكن جدا ما احنا عملينا اوه نسمع للناس وللسوشيال ميديا وللصور السلبية اللي موجودة للأسر صحيح طيب حضرتك فيما يخصك هتمتني عن التجسس وتستغفر لله سبحانه وتعالى وتتوبي تمام وما يتعلق بفعله بقى وطبعا غلط انه يعمل ده وده شيء منهي عنه شرعا ولا يجوز انه هو يستبيح الحديث مع اجنبية بغير سبب مشروعة تمام كده طيب انا هنا اعمل ايه لو هي مش عارفة يعني تتعامل مع الموقف ده هتعمل زي الاستاذة اللي قلت لها تتصل علينا احنا ونتكلم معها ومعاها احيانا بيبقى انا احيانا بيبقى انا كمان كزوجة مش عارفة اوصل لزوجي ازاي امتنع عن الامر ده ازاي هو ما يعملش ده احيانا ممكن كمان منقشتي له تقطع خوفه انه وجهني فيبقى خلاص انا خايفة اعرفها انا ممكن امتنع عشان ما تعرفش بعد اما انا وجهته قسرت الحاجز اللي بيني وبينه فبقى معتاد ده صراحة وخاصة ان هي متزوجة حديث فممكن ده انا ما عنديش لسه اللغة اللي انا اقدر انا اتكلم بيها مع زوجي وجايز يكون هو محتاج حاجة انا مش عارفة ووصلها وارد وارد عشان برضو ما نتهمش كتير رجال بممكن يعملوا كده من غير اسباب وكتير نساء ممكن تكون مقصرة برضو يعني انا دلوقتي عشان اعرف ما هي الموضوع واحله بشكل جزري انا المفروض اتكلم معاها واتكلم معاه ونشوف ايه الطريقة اللي ممكن تسعيدهم هو الاتنين خاصة لو دي عادة كانت عنده من قبل الزواج فهو محتاج فترة اساعده على انه يستعيد بي عشان انا المباح والحلال اللي يرضي ربنا سبحانه وتعالى وغير كده لا يجوز نكمل الحديث ونجاوب على اسئلة مشاهدين ولكن بعد الفاصل بنجدد ترحيب بحضراتكم مرة اخرى وبجدد ترحيب بيك يا دكتور رهيبة مرة اخرى خلينا ناخد ألاء يا ألاء اتفضلي ألو ألاء معنا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضلي كنت عايزة أسأل خضرية اتفضل دورة بقالها ثلاثة جوهر تمام التسيدي معايا من يوم واحد لحد يوم 14 تمام من يوم واحد ل14 في الشهر اه تمام اول خمس سيام بطبة متخطعة تمام بعد الخمس سيام بتنزل خضر بتنزل بشكل غزير اه تمام ممكن أغير في اليوم 4-5-6 تمام تمام وفقا للحالة تمام وبعد الخمس سيام بعد بعد بقى المدة دي بتبقى ايه بقى بعد بعد الخمس سيام المتخطعين بتبقي في الخضر ده الحد يوم 14 او 13 صافر وبعد كده بتقل وتروح فراحة طيب ده انت معتادة على كده على طول يا الاب ما انا رفت هنا قبل حضريك فهو اه تفضل انا رفت انا بالوقتي مركبة اللولد بقاله سنة وتلات سور في قصة العملية تمام اه رفت الدكتور وكده اه وشرحت لهم الوضع يعني وكده فقالت الدكتور هتمسع العلاق فترة وايه وترجعينها تاك طيب انا العلاق بيوجع معدتي وبيضي تمام طيب رجعت للدكتور تاني رجعت تاني قالوا لي نسيله لكي بسي هنفتر ان نحن ندخل في قصة العمليات تمام فقلت ناشي واخدت اكتر عملياته كده وعملها بس ارخبت هلأ للدعاء او للأسخار او للقرآن انا لو وقبت عليهم فترفع كر ده عمي عشان ما تفضل في قرآن اه يا حبيبتي بس ده مأتي طبعا تدعي وتذكري ربنا وتقرأي قرآن بس ده ملوش علاقة بالحالة الطبية اللي انت بتتكلمي فيها طيب خلينا نرد عليك يا أستاذ ألا طب خلينا ناخد سؤال كان برضو أستاذ ألا قابليها الأول كانت بتسأل ان هي بقالها ثلاث سنين متزوجة وفي هي حملت وبقالها سنة وست شهور كانت بتردع طبيعي نضيف على حد قولها وبقالها فترة بيبقى فيه دم بشكل مستمر هي مش عارفة بقى الدم ده وضع ايه تعمل ايه هنا وازاي تغتسل وتطهر وقال هنا كده هي محتاجة انها تراجع الطبيب بشكل مستمر هو ضروري تراجع الطبيب عشان يقول لها الدم ده هي قالت لما سألناها كمان قالت ان الدم ده بسبب اللوب أو بسبب الوسيلة لا 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 ما هي كمان قالت ان هي استخدمت الوسيلة تقريبا لا ما هي بتردع لسه بس هي مستمرة في الرضاعة طيب خلينا نقول هي قالت انه بعد الست شهور الحال عندها مستمر ثلاث شهور لما رحت للدكتور قال لها ان ده بسبب طبي تمام كده سبب عندها قالت وبقى يعني انا مش متذكرة طيب بس هي قالت لو هو بسبب طبي والدكتور قال لها ان ده مش عايد وقال لها ان ده دلوقتي كله يعتبر بسبب مرض فالامر ده كله يعتبر استحاضة سألتها اذا كان في عندها صورة من صور الدم ده بتميزها لفترة معينة قالت لا يعتبر كله زي بعضه عارفة لو هي عندها تمييز لصورة الدم ايام معينة كنا قلنا الايام المعينة دي تعتد بيها على انها حيض والايام اللي غير كده تبقى استحاضة لان هي بسبب مرض لكن هي ما عندهاش صفة معينة والدكتور قال لها ان الدم ده كله بسبب مرض فهتتعامل على ان الدم ده كله بسبب مرض فهي هنا مش واجب عليها لاغتسال لكن واجب عليها ان هي تتوضى الوقت كل صلاة ووقت كل صلاة يعني يأتي ازان الظهر مثلا ما تتوضش قبله وتتوضى بعده وتصلي طالما المنع ده موجود كل الوقت لو المنع ده مش موجود في وقته وموجود في وقت تتوضى في الوقت المنع ده موجود فيه بس وهأكد عليها تاني ضروري تروح للدكتور احنا قلنا ده بنان على وصفها ووصف الطبيب ضروري تروح للدكتور تاني علشان يقول لها هل الدم ده في جزء منه مرتبط بالعادة الشهرية نتيجة البوايضة اللي المفروض تبقى في الطبيعي بتخصب فيأتي حمل لم تخصب فينزل بطانة الرحم اللي هي على شكل دم حيض ولا ده خلاص كله دم استحاضة نتيجة المرض وبالتالي كله هتتعمل معنا استحاضة مش واجب عليها غسل وواجب عليها وضوء لكل صلاة طيب أستاذة أليا بقى كانت بتقول بقالها 3 شهور الفترة الخاصة بالدورة الشهرية بتاعتها بتيجي من يوم 1 ليوم 14 في الشهر بس بتبقى الأول متقطعة وبعد كده بتكون في غزارة في النزول فهي هنا المفروض أنها ده قالولها لأنه سبب الطبي أنها مركبة لوب والأدوية بتوجع بطنها فإزاي الست في عز اللغبطة دي كلها تقدر أن هي تؤدي العبادات هي هتؤدي العبادات بناء على صفة الدم والعادة اللي أصبحت جديدة عندها بعد اللوب أو بعد الوسيلة الوسيلة دي قدت لأن الدم بينزلش بصفة واحدة أو في وقت واحد زي ما كانت معتداء قبل تركيب الوسيلة طيب أنا ركبت الوسيلة ودلوقتي أصبح عدتي كلمة عدتي دي لأن هي قالت أن أنا بقالي 3 شهور على ده العادة دي أصبحت من يوم 1 ليوم 14 بصفة محددة لو هي حتى الصفة دي مش واحدة كل الـ 14 يوم إلا أن العادة بقت واحدة إلا أن أنا في الشهر ده عندي 5 أيام و5 أيام و5 أيام وعندي برضو الشهر اللي بعده نفس الوضع فهنا أصبحت عادتها في الحيض اللي لم يتجاوز أقصى مدة حيض عند بعض الفقهاء يعني لم يتجاوز الخمستاشر يوم فهي هنا طول الفترة دي هتتعامل على أنها حيض وما جاوز الخمستاشر لأنه يتناسب مع حالها هي ساعتها هتغتسل حتى مع وجود الدم وتصلي وتؤدي العبادات وتتوضى الوقت وكل صل لكن طالما ما جاوزش الخمستاشر وحالها هو ده ويستوجب القول بالرأي اللي بيقول الخمستاشر يوم يبقى كل ده حيض وكل ده هتتعامل على أن هي مش واجب عليها أداء أي عبادات وتغتسل بعد انقطاعه وتؤدي العبادات طيب خليني أسألك أنه بعد فترة الحيض بيكون فيه التبويد هل التبويد ده لو نزل فيه مدمم شوية هل أنا كده يوجب عليها لاغتسال لا إحنا قلنا بعد مدة الحيض المعتادة وأنا خلاص واحدة ليه عادة وليه علامة طهر أو واحدة خلاص انقطع دم الحيض عندي مثلا يوم وليلة وعرفت أنه مش نازل لا ده بيبقى بعد تسع أيام على الأقل طيب لو أنا في الفترة دي خلاص مدة الحيض المعتادة خلصت وأقصى مدة حيض خلاص ما بقتش موجودة وعندي علامة الطهر قطعت مسمى الحيض عندي اللي نازل ده أنا بتعامل معه على أنه يا إما إفرازات مثلا طرقة يا إما مثلا استحاضة طرقة برضو مش معتادة فأنا بتعامل معاه على أنه حاجة حالية دلوقتي ومش حيض ولا نفس ولا أي حاجة توجب لا أو بيكون تبويد ولكن علشان مثلا هي أنسة مش مدان مثلا خلينا نقول أنه أحيانا كتير جدا النساء بيحصل معها إفرازات بتصل لأسبوع وأكتر من أسبوع والفترة دي كلها بتتعامل على أن الإفرازات دي أمر وارد عند كل سيدة من طبيعتها ناقضة للوضوء لكن هي لو هي أفرازات معتادة غير ملونة نأخذ بالرأي اللي قال أن هي غير نجسة لكن لو هي ملونة نأخذ بالرأي اللي قال احتياطا برضو أن هي نجسة ويجب زالتها بعض السيدات بتستخدم البادز أو أي وسيلة تمنع وصول ده للملابس عشان تبقى متيقنة أنه موصلش لأي حاجة برضو عشان نمنع الوساوس والحاجات اللي بتطرق على زينا هنا في الوقت ده لو وجدت فترة من اليوم فهي بتتوضى لوقت كل صلاة احتياطا عشان تواجد العبادات لكن ما بتتعاملش على أنه حاجة ولا أي منع من أداة العبادات ولا يستوجب غسل هل هنا يستوجب غسل العضو التناسولي الخاص بالسيدة لأنه أحيانا بتكون أنت زي ما أنت قلت كده ممكن يبقى ملون أو سميك جيلاتيني وغيره من التوصفات اللي السيدات عرفها احنا قلنا دلوقتي لو هو إفرازات طبيعية غير ملونة فهي ناقضة غير نجسة تمام كده؟ تمام فلو هي ناقضة غير نجسة ما يستوجبش إزالتها لكن الأولى بقى أن احنا للنظافة والصحة وبصي هي سبحان الله ربنا كريم ورحيم ورقوف بعباده وما جعل عليكم في الدين من حرج وأن الدين يسر وعلشان برضو ما ندخلش النساء في مشقة لأن بعض النساء بتكون في شغلها طولي اليوم وتتصل عليها تقول لي وإحنا في المركز أنا دلوقتي طب أصلي ولا لا طب أنا الإفرازات طولي اليوم طب أنا هغير الملابس دي إزاي طب أنا هزيل أصر الحاجة دي إزاي طب يجب إسالتها ولا لا أنا بقول دلوقتي طالما عندي رأي قال أن الإفرازات الغير ملونة الطبيعية اللي بتنزل في كل شهر كأنها هزيل أبيض لازج بالشكل ده الإفرازات دي لا تستوجب غسل ولا تستوجب إزالتها لكن أنا بتوضى منها لأن هي ناقضة للوضوء وبس طب إفرد هي موجودة طولي اليوم فهي هنا بتعامل معاملة أصحاب الأعذار وتتوضى لوقت كل صلاة طالما هي موجودة طول الوقت طيب أنا هنا لو نسيت النية وأنا دخلة باغتسل وطلعت يجب علي أن أنا أغتسل مرة أخرى باستحدار النية خلينا نقول حاجة أنا دلوقتي قلنا من شوية أن النية محلها القلب تمام كده وإنما الأعمال وبالنيات وإنما لكل مرئ ما نوا يعني أنا دلوقتي أنا في قرارة نفسي لو أنا داخل أو دخلة إن أنا حطة وبجهز حاجتي علشان خاطر أنا دخلة أغتسل غسل حيض أو غسل رفع جنابة أنا دلوقتي توفرت النية في قلبي ولم أنطق بها يبقى أنا هنا فكرة نسيان أنا وضح لها أنت نسيتي أصلا أنت دخلة تغتسلي ليه أنت نسيتي أصلا أنك تعقيد العزم لأنه برضو إذا قمتم إلى الصلاة هنا العزم أنا أنت نسي أن أنت رايحة تعزيمي ورايحة مثلا رايحة تغتسلي لأي سبب إن كان تبرد أي حاجة تانية غسل مسنون غسل عيد أي حاجة لكن أنت مش حطة في قرارة نفسك أنك دخلة ترفعي حدث يبقى هنا لأ تعيدي الغسل لأنك نسيت الركن طب أنا لأنك سبت النية اللي هي الركن أو تعمدتيها طب أنا نسيت وتوفر عندي العزم هنا اللي كله أنا مستحضره وأنا رايحة أغتسل لو توفر العزم ومستحضر ده مش شرط أنطق بيها ويكفيني هنا عزمي الداخلي اللي هو نيتي داخليا أن أنا رايحة أغتسل وهنا غسلي صحيح وما فيهوش حاجة لأن بعض الناس برضو بيختلط عليها أنا ما تقطش النية وتتصل علي يا واحدة ربنا يعافي الجميع يا رب عندها وساوس توعد تقول أنا بقعد أكرر النية وأنا باغتسل علشان أنا خايفة أن أنا أنساها فيكون غسلي غير صحيح لا هنا أنت مش مطالبة بده أساسا لأن عزمك القلبي على أنك دخلة تغتسلي علشان ترفعي حدث أو تغتسلي غسل حيضة أو نفاس هنا حط أو رفع عنك الحرج في أنك تكوني ما نوتيش لا أنت نويتي بس لم تتلفزي بس كده طيب لو أنا تلفزت باللي هو اللهم إنك تهارتاني هل كده يا جوز لو أنا عايزة تلفز لا ما فيش أي حاجة خالص عايزي أنا أتلفز بده وأنا تحت المياه الجارية عادي ما فيش مشكلة إنه برضو إحنا بيلتبس علينا عمر كان زمان أماكن قضاء الحاجة غير الأماكن اللي إحنا فيها دلوقتي فكان بيجتمع ده في مكان واحد ويصعب فيه إن أنا أنطق أو أسمي هو الأفضل إن أنا لأنطق اسم الله في أماكن قضاء الحاجات إن أنا الأولى إن حتى وإحنا بنبقى دخلين مكان قضاء الحاجة بنقول اللهم إني أعوذ بك أو إني أعوذ بك عشان مذكرش اسم الله وبيكون خارج الحمام فالأولى إن أنا ما أذكرش الله لكن في نفسي ممكن أقول ده بعد ما خرجت ممكن أقول ده قبل ما أدخل ممكن أقول ده احتياطا لجلال اسم الله سبحانه وتعالى ونعمة بالله أنا أستأذلك إنك تكوني معنا حلقة تانية هنكمل الأسئلة بتاعتنا لأن كمان فيه اتصالات كتيرة جدا يوم الأسنين الماضي القادم بإذن الله فشكرك يا دكتورة هيبة شرفتنا ونورتنا نشكر حضراتكم على طيب المتابعة أحداث بتمر بها السيدة أحداث كبرى يوجب فيها الاغتسال من هذه الأحداث حتى أكون طاهرة وأقدر أننا أؤدي هذه العبادات المختلفة علشان تشوفوا أسئلة هذه الحلقة تقدروا تشوفوها على صفحتنا على وسائل التواصل الاجتماعي وإن شاء الله هنستكمل الحديث عن الغسل والكيفية والحكمة التعبودية من هذا الأمر يوم الأسنين المقبل بإذن الله من حواء استنون اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة